فإذا أحب الشهوة خلينا عشان تكون واضحين الشهوة ممكن تكون خير وممكن تكون شر في هاي الحالة في يعقوب واحد إصحاح الأول آية 14 كل واحد يجرب طبعا للشر ولكن برضو الشهوة ممكن تكون للخير في لوقات 22 قال يسوع شهوة اشتهيت أن آكل الفصحة معكم قبل أن أتألم كان عنده شهوة أن يكون مع التلميذ في العهد القديم مكتوب وشهوة الصديق تمنح في شهوة بنوع تاني في لب الإصاح الأول مكتوب أو قال رسول بولوس فإنه محصور بين الاثنين ليه اشتهاء كان عنده شهوة ليه اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا والرسول بولوس لما بيتكلم عن الخطيئة في روميا سبعة الخطيئة الساكنة فإذا في التجارب الغير مقدسة من داخلنا من طبيعتنا الشريرة الساقطة الغير متجددة السبب هو الإنجذاب إليها وبتعرفوا في هذا العصر أحبائي أكثر التجارب هي الإباحية الجنسية ومن أصعب الأمور هي مقاومة هذا النوع من التجارب أكثر التجارب يعني منشوفها في هذه الأيام مثل اللزة المال الشهوة المظهر الوظيفة النجاح الكبرياء الرياء الشهرة النجومية حتى في نوع من التجارب سامحوني الأكل يعني إذا ما عنديش إرادة قوية في موضوع الأكل حتى الأكل ممكن الإنسان يجرب فيه ثم الكسل الكسل اللي يقود إلى خطايا كثيرة ماذا عن النميمة والشكاية والكلام القبيح ماذا عن السلوك الجسدي والإباحية بكل أشكالها وبكل أنواعها ماذا عن الكذب اللي انشهرنا فيه بالشرق الأوسط ماذا عن الغش الخداع ماذا عن الكحول المسكر ناس مدمني للمخدرات مدمني للكحول للمسكر فإذا أحبائي هذه التجارب هاي النوعيات بيستخدم كل هذه الأمور حتى يسقطنا في التجارب اشتركوا في القناة